أخبار كتيرة منها أخبار أعتقد أن هي فيها نوع من الإيجابية بشكل كبير جداً لأن أنت بتتكلم عن أحداث مختلفة بتحصل لأول مرة عندنا في مصر منهم الخبر الأولاني ده واللي كان الحدث الأهم وبصراحة الأبرز في الساحة الرياضية وهي بفكرة هنا استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي ليتومس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية وده طبعاً قامة كبيرة وكان عقب الجلسة أعلن بعدها على طول الدكتور أشرف صبحي وحضراتكم التابعين والتصريح اللي تلع فكرة هنا موفقة سيادة الرئيس على تقديم أو تقدم مصر لطلب تنظيم أولمبيات 2036 إن هي تكون عندنا في مصر إحنا عارفين طبعاً أولمبيات اللي جاي هتكون في باريس 2024 بعد كده 2028 في لاس أنجلس 2032 في أستراليا وفكرة هنا بعد كده تبقى عندنا في مصر أعتقد خطوة محترمة جداً خصوصاً أنت هتبقى كريم أول دولة عربية وإفريقية بتستضيف الأولمبيات إن شاء الله لو يعني الموضوع رئيسي علينا تمت الموافقة وكمان وافق الرئيس على الفكرة هنا الترشح لأن ده زي ما حضراتكم دي براتوكولات لازم تحصل يعني لازم تبقى في جهة عليا هي اللي بتوافق فسيادة الرئيس وافق على هذا الحدث لدعم طبعاً ويعني مستندة غير مسبوقة للرياضة المصرية زي ما بنتكلم كده هتبقى حاجة محترمة جداً تتكلم في ملاي قلة عن 10 تلاف تقليق تقريباً رياضي بيجي ده غير التغطيات العالمية اللي من كل مكان في العالم بقى مش انت اللي بتستدعيهم هم بيجوا من نفسهم حدث أعتقد الأكبر والأبرز في عالم الرياضة فإحنا لو بنتكلم عن بطولات دولية كتيرة مصر بتستضيفها دي ممكن لو انت عملتها يا كريم تغطي لك كل حاجة عملتها تانية يعني هتعدي بكتير فنتمنى نتمنى وده يبقى صبق فعلاً مصر بقى أول دولة فعلاً عربية وإفريقية بتنظم حاجة زي كده بس عشان أقول إن ده ممكن يحصل عندي لازم أتطمن على البنية التحتية ولازم نطمن حضراتكم هل إحنا جاهزين ولا لا بتالي ده على مدار الحلقة برضو هنعرفه هو من الناحية دي فاطمئن والكلام ده بتأكيدات من توماس بخ شخصية وبالمناسبة لو كلام اللي نهود تتكلم فيه ده فكرة إن مصر إن شاء الله تستضيف الأولمبياد في 2036 ده حيكون حاجة عظيمة والأولمبياد في الحالة دي حتكون هي ضرة التاج للإنجازات العظيمة اللي اتحققت على الأرض خلال السنتين اللي فاتوا بالمناسبة حضرات السنتين اللي فاتوا مصر مش مجرد نظامت لا مصر نجحت يعني بامتياز وبجدارة وبإشادة العالم كله نجحت فيه تنظيم 11 بطولة عالمية ما بين بطولة عالم وما بين كاس عالم فيه رياضات مختلفة فلو لو الحكاية كمان يعني انتهت أو اختمت بيه تنظيم مصر أو موافقة على تنظيم مصر لأولمبياد عشرين ستة وتلاتين هتكون حاجة أكتر من رائعة ورجوعا لحتة البنية التحتية احنا بالفعل عندنا بنية تحتية عظيمة تساعد مصر جدا على استضافتها لكبرى البطولات العالمية وده اللي زي ما كنتم بقول لحضراتكم اللحظات ده اللي أكده تومس بخ شخصيا بعد جولته اللي قام بيها في المدينة الأولمبية في العاصمة الإدارية وكمان أثناء الجولة اطلع على أهم الملاعب المتوفرة في مصر وقال ان البنية التحتية الرياضية فمصر تتيح لها فرصة استضافة دورة الأععاب الأولمبية عشرين ستة وتلاتين طبعا بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الخاص به في مقر اللجنة الأولمبية المصرية كان ليه جولة سياحية في متحف الحضرات غير انه طبعا كان زار وراح زار الهرم أول ما وصل مصر مساء يوم الجمعة الماضي وبطبعات الحال أعرب عن ساعته الكبيرة ويفخره بالحضارة المصرية العظيمة وده في حد ذاته أكيد شيء كمان يعني يبسطنا ويشرفنا ويساعدنا كلنا